موسيقى للوهلة الأولى هذه الصور قد تبدو عادية مجموعة من الجنود الإسرائيليين يرفعون لافتة كتب عليها كتيبة نحشون أيضا لن تشارك في إخلاء المستوطنين في الواقع تحرك الجنود هذا يثير موجة من ردود الفعل المتباينة في إسرائيل فاللافتة رفعت في إحدى القواعد العسكرية بعد إخلاء عدد من المنازل في مستوطنة جنوب جبل الخليل بمعنى أن الجنود عبروا عن موقف سياسي خلال أدائهم الخدمة وبما أنهم جزء من كتيبة كاملة من طلاب المعاهد الدينية المتشددة فالأمر يثير مخاوف السلطات الإسرائيلية التي تخشى أن يعمم الموقف على سائر المجندين في الكتيبة إن جيش الدفاع الإسرائيلي قائم على فطرة هرمية القيادة فإن أردت إلغاء الجيش فقم بالعصيان وهو الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى انهيار الدولة الجنود واجهوا مساءلة داخلية سريعا تهت بتوقيف أربعة منهم داخل القواعد العسكرية لمدد أقصاها ثلاثون يوما بينما حكم على اثنين منهم بالتزام القاعدة العسكرية لاثنين وعشرين يوما وهي عقوبات أثارت ضجة في الأوساط المختلفة ففي حين تساءل البعض عن جدوى التخفيف في الإجراءات العقابية رأت المجموعات المتشددة أن السلطات تبالغ في تعاطيها مع المسألة بل تتبع سياسة تكميم الأفواه داخل الجيش يجب أن لا يسمع الجيش أوامر سياسية هذه هي وجهة نظر الجنود وأنا أؤيدهم أنا أؤيد ما قام به ابني وأنا فخور به فهو تصرف وفق القيم التي يؤمن بها وتربع عليها الجدير أن الخطوة التي قام بها جنود من كتيبة نحشون كانت مسبوقة بخطوة مشابهة قام بها جنود من كتيبة الشمشون عند حائط البراق قبل بضعة أسابيع معلنين رفضهم المشاركة في إخلاء مستوطنين من إحدى مستوطنون الضفة الغربية التي كان قد تم إخلاؤها في عملية فك الارتباط عام 2005 كل هذه المعطيات إلى جانب حقيقة أن جهات سياسية تشجع الجنود بل وتقدم لهم الجوائز قد تشكل أرضية الخصبة لتنامي ظاهرة العسيان في صفوف الجيش الإسرائيلي الذي ما زال قادته يتغنون بانضباط جنوده والتزامهم السلوك العسكري السليم العسيان في الجيش الإسرائيلي ليس ظاهرة حتى الآن لكن المسؤولين يخشون أن يتحول فعلا إلى ظاهرة من شأنها أن تؤثر في الصراع مع الفلسطينيين لا سيما انطرأت أي حلحلة على صعيد ملف إخلاء هذه المستوطنات من أمام مستوطنة بتارعيلي تشيرين يونس بي بي سي اشتركوا في القناة